اهلا بكم مشاهدين كرام مع جولة صحفية جديدة وأبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصدر صباح اليوم نبدأ من الصحف المحلية ونقرأ من الأهرام ترحيب صيني بمشاركة السيسي في قمة العشرين الرئيس يبحث في الهند دعم التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وفي سياق مختلف كتبت الأهرام عامر والجرحي في واشنطن لاستكمال الاتفاق مع النقد الدولي مودز البنوك المصرية قوية وقدرة على توفير التمويل من الوطن نطلع شيخ الأزهر يغادر الشيشان بوسام الموطنة الفخرية مقتل أربعة إرهابيين أثناء محاولة استهداف كمين في رفح بقنابل وحزام ناسف النواب يواجه القيمة المضافة غدا ومخاوف من سيناريو الخدمة المدنية ونتابع من عنوين صحيفة المصر اليوم تقارير الجهات الرقابية تحسم خليفة حنفي ومصادر اتجاه لتعديل وزاري محدود بالتزامن مع حركة المحافظين تقصي حقائق القمح أو صينة بإحالة تجاوزات حنفي للنائب العام قبرص توقع اتفاق لتصدير الغاز إلى مصر الأسبوع المقبل الشروق كتبت في عنوينها الخارجية ترحيب واشنطن بالإصلاح الاقتصادي في مصر يعكس خصوصية العلاقات اليوم مجلس الدولة يعقد مؤتمرا صحفيا الإعلان عن نتائج مراجعة الخدمة المدنية والي حجاج الجمعيات بخير ونذلل كل العقبات في مطار القاهرة والأراضي الحجازية من الجمهورية على مسئولية رئيس البريد التلاعب بحسابات العملاء مستحيل بالنظام الإلكتروني رئيس هيئة الرقابة على الصدرات والواردات للصحيفة تكثيف لجان فحص اللحوم المستوردة بالموانئ استعدادا للعيد وتنسيق كامل مع الحجر البيطري والصحة لسرعة إنهاء الإفراج في مقال لها ألقت صحيفة أخبار اليوم الضوء على أهمية دور الجهاز الإداري في مرحلة الإصلاح لافتة إلى أنه يساهم في بناء الوطن وإعادته لمصاف الدول المتقدمة وقالت بالبحث عن الأدوات التي تستخدمها الدولة في التحولات الكبرى نحو المستقبل المشرق نجد أن الجهاز الإداري له دور كبير في هذه المرحلة فهو يعد رأس الحرب لأنه المنوط به خلق البيئة المناسبة والجاذبة في كافة الاستثمارات والمشروعات الصغيرة منها والكبيرة ومن هذا المنطلق يجب أن يعلم أعضاء هذا الجهاد أنهم هم من يبنون الأوطان وهم من سيخلد التاريخ ذكرهم إذا كانت لديهم الحمية والإنجاز في إدارة الملفات كما ينبغي عليهم إدراك ما تمر به البلاد من تغييرات جذرية لإرجاع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة كما تستحق أن تكون إلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة شرق الأوسط التي كتبت الأسد يفرغ داريا من أهلها ومخاوف من تغيير ديمغرافي بعد جرابلوس الجيش الحر يتجه غرب نهر الفرات ويمهل الأكراد ثلاثة أيام للانسحاب مخاوف الشيعية من شمول الهاشم بقانون العفو العام ومتفجرات داعش تحاثر سكان القيارة رغم تحريرها ومن أبرز عنوين صحيفة الوطن السعودية البيت الأبيض توافق أمريكي روسي حول مصير الأسد وتأكدات بأنه لا مكان له في مستقبل سوريا مطالب أممية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بعد تصاعد عمليات الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التنظيمات المسلحة تهدد مستقبل ليبيا وداعش يتوسع في تجنيد الأطفال لتعويض خسائره صحيفة البيان الإماراتية جاءت أبرز عنوينها كالتالي التحالف العربي يرد على خروقات الحوثي بتكثيف الغارات الجوية وقوات الشرعية تعزز مكاسبها في معركة تحرير تعز وزير خارجية السودان مصر والسودان وإثيوبيا تجاوز خلافات سد النهضة وباتت من الماضي جيش الاحتلال يعدم فلسطينية من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقمع مسيرات الضفة المناهضة للاستيطان نقرأ من القدس العربي مصر ترحب بإعلان المجلس الرئاسي الليبي تقديم تشكيل جديد لحكومة الوفاق الوطني الحوثيون يرفضون ضمنيا مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كاري لحل الأزمة اليمنية بعد جلسة استمرت لأكثر من عشر ساعات بارلمان تونس يمنح ثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة يوسف الشاهد من السياسة الكويتية الأمم المتحدة معدل دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا غير مقبول وتحذير أممي من ارتكاب جرائم حرب في داريا مصادر عسكرية بالجيش اليمنى تحرير محافظة أبيا بالكامل من تنظيم القاعدة قيادي كردي رفيع المستوى حرب عصابات طويلة بعد تطهير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي لا تزال الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات تروح مكانها تحت عنوان لماذا جرابلوس كتبت صحيفة الخليج الإماراتية افتتاحية تحليلية وقالت فيها يأتي التواغل العسكري التركي في الشمال السوري والسيطرة على مدينة جرابلوس بمشاركة قوات من المعارضة في إطار التحولات التي تشهدها الساحة السورية عسكريا وسياسيا ومشاهدنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم جولتنا الصحفية شكرا لكم وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى